مرحبا معنا بتجربة اليوم الهاينداي اكسنت 2018 الجديدة كليا وهي الجيل الخامس من سيارة السيدان الصغيرة الاقتصادية هاي وطبعا بأسوأ ان هاي السيارة عم تتنافس مع سيارات مثل الكيا ريو النسان صوني والتيوتا ياريس السيدان يلا خليني أعرفكم أكثر على الاكسنت الجديدة كليا ونشوف كيف هايونداي اشتغلت عليها لحتى تميزها عن باقي المنافسين بهاي الفئة وطبعا وكالعادي لا تنسوا ان تشتركوا بخناتنا على اليوتيوب هون وتفعلوا التنبيهات لحتى تشاهدوا آخر تجاربنا من الخارج وقبل ما أبدأ بتصميم وشكل السيارة فخلينا أقولكم ان هايونداي بنت الاكسنت 2018 على قاعدة جديدة بالكامل فقاعدة العجلات بالاكسنت الجديدة أطول بثلاث سنتمترات من الموديل السابق وهذا خلى الاكسنت الجديدة تبين أطول وأعرض وأكبر مساحة كمان من الداخل وطبعا شكل السيارة وتصميمها عم بيوضح هاي الأمور فمثلا السيارة عم تيجي بمقدمة مع شبك أمامي اللي عم بلحق تصميم ولغة تصميم هايونداي الجديدة واللي عم نشوفها طبعا على سيارات هايونداي التانية مع خطوط الكروم الأفقية هاي اللي عم تعطي طبعا عرض زيادة للسيارة من الأمام والسيارة اللي معنا اليوم متزودة بكشفات ضباب وجنوت بقياس 16 إنش وطبعا السيارة من الخلف كمان عم تحصل على صندوق أكبر عم بوصل مساحته ل480 لتر ومن الأشياء اللي عجبتني بتصميم السيارة الجديدة شكل المصابيح الأمامي والخلفي اللي عم بيمتد لداخل جسم السيارة واللي عم بيبين السيارة أطول وأيضا عم بيعطيها بعض الفخامة بالشكل من الداخل طبعا ومتل ما منتوقع بهاي الفئة من السيارات فيه استخدام كبير للبلاستيك الخفيف بكل أنحاء السيارة ولكن هذا الساعد هايونداي إنه تبيع الأكسنت الجديدة بأسعار منافسة فبسواءنا بالإمارات عم بتراوح سعرها بين 48400 درهم وبوصل لـ 59850 وعلى أقل بهذا السعر عم نحصل على مقود من الجلب وتصميم من الداخل ممكن أسميه عملي وعم بيحاكي لغة التصميم من الخارج فقطعة البلاستيك اللي عم بتحيط بالشاشة هون بمنتصف التابلو على الأقل عم تشبه الشبكة الأمامي للسيارة ولكن أكبر نقاط قوة الأكسنت الجديدة هي العملية والتجهيزات اللي عم نحصل عليها بهذا السعر فالمساحة للركاب بالأمام ممتاز جدا والتجهيزات اللي عم نحصل عليها بهذه النسخة جيدة جدا فعندنا طبعا شاشة لمس صغيرة طبعا بتحلك اتصال الموبايل عن طريق البلوتوث والتحكم بكل أنظمة السيارة والمالتميديا والسيارة اللي عم تيجي معنا اليوم أيضا مجهزة بتكييف عادي مش كلايمت كنترول ولكن بقدر أقولكم أنه تبريده ممتاز جدا خاصة أنه هلأ عم نقدر نعرف أكتر مع ارتفاع درجات الحرارة بمدينة دبي وكمان عم نحصل على مخرج يو اس بي لشحن الموبايل والسيارة اللي معنا اليوم عم تيجي فيها كاميرا خلفية مع حسسات لمساعدتك على صف السيارة وفي لوحة العدادات عم نحصل على شاشة صغيرة فيها معلومات مختلفة تقدر تغيرها عن طريق الأزرار الموجودة طبعا كالعادي على المقود وطبعا من هاي الأزرار كمان عم نقدر نتحكم بنظام الاتصال لبلوتوث ونظام الصوتي للسيارة ونظام تثبيت السرعة لكروز كنترول اللي عم بيجي على هاي النسخة وكمان هاي السيارة عم تيجي مزودة بفتحة سأف ونظام تنبيهك لضغط الإطارات وهون بالخلف رح نحس بفائدة تطويل قاعة عجلات السيارة فالمساحة للركاب بالخلف ممتازة جدا مقارنة طبعا بحجم السيارة من برة وبالسيارة من الجيل السابق فالمساحة قدام إجري وفوق راسي جيدة جدا وكمان الركاب بالخلف عم بحصلوا على مخرج يو اس بي لشحن الموبايل وايضا على كوب هولدرز بمسند اليدين ولكني تمنيت لو هايونداي نضفو لنا فتحات للتكييف بالخلف كمان بهاي السيارة قبل ما أبدأ بأي شيء عن قيادة الهينداي أكسنت الجديدة بدي أحيي هايونداي ليش؟ لأنهم ما استخدموا جير سي في تي بهاي السيارة متل ما عم تعمل شركات تاني وإنما أعطونا جير أوتماتيكي من ست سرعات بالهينداي أكسنت الجديدة وهذا بصراحة حسن كتير قيادة هاي السيارة لأنك عم تحصل على قوة مباشرة خاصة لما تنطلق بالسيارة بدون ما تحتاج أنك تضغط كتير على المحرك أو ترفع دورات المحرك متل ما بتعمل أي سيارة مزودة بسي في تي وتاني شي بدي أحييهم علي هو يشغلهم الكتير على عزل الصوت داخل السيارة ففعلا الأكسنت الجديدة فيها عزل ممتاز للصوت وعم تعطينا قيادة هادئة والشي الملحوظ بالنسبة لي بقيادة الهينداي أكسنت وأول شي لاحظت هو خفة مقود القيادة وطبعا بسيارة صممت للقيادة داخل المدينة هذا الشي جيد لأنه عم خلي مناورتك داخل المدينة شي سهل جدا أما بالنسبة للمحركات طبعا فعنا خيارين من محركات 4 سلندر الأول 1.4 لتر بيولد 100 حصان والتاني والموجود معنا على هاي السيارة هو 1.6 لتر وعم بيولد 123 حصان هاي أرقام بسيطة أكيد ولكنها جيدة جدا لسيارة بهذا الحجم وفعلا عم تعطيك قوة كافية بأنك تقود السيارة داخل المدينة أو حتى على الطرقات العامة وأيضا طبعا مثل ما إحنا متعودين بهيك فئة سيارات عم نحصل على توفير كبير بالوقود من هاي السيارات فمعدل استهلاك الوقود بالهينداي أكسنت الجديدة وصل لـ 6.1 لتر لكل 100 كيلو متر بختام تجربتي للهينداي أكسنت 2018 بظن أنه وبسعرها اللي عم تراوح بين 48400 لـ 59850 درهم هي من أفضل خيارات لإلكم بهاي الفئة ولكن نصيحة أنه تروحوا على وكيل هايونداي بدولتكم لحتى تعرفوا شو التجهيزات الموجودة عندكم بالـ Full Option لأنه بحدث إطلاق السيارة اللي غطيناها بالبحرين هصلنا على سيارة بتجهيزات أعلى بكتير من اللي موجودة معانا اليوم أرجو أن تكون عجربتكم تجربتنا لليوم وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر